ناحية الثانية الزمالك في وضع أفضل شوية بالنسبة لضغط المباريات بيلعب دوري بس دلوقتي لحد ما يخش على الكاس عنده مباراة غادر مع أسوان في الكاس ليه بقى الزمالك يخسر مباراتنا على التودي؟ ايه المشكلة بقى في بقية؟ المشكلة عدم الاستقرار والعدم الاستقرار دلوقتي جاي من مش من إدارة بصراحة جاي من لعيبة يعني حتة الأخبار اللي بنقعد نسمعها بن شاريف الأهلي نزيزه طلع التركية طلع السعودية مش عارف أبو جبل كل الكلام ده واخد من دماغ اللعيبة فعلا اللعيبة مقصرة في حق النادي يعني أنا والله بيني وبين نفسي بقولي أن جيل زي ده مايلعبش مثلا هو النهاية وصاد الأهلي يبقى مصيبة تكبع جديد زمالك يلعب وصاد الأهلي بسهول طبعا يعني على الأهلي أنا كنت أتمنى فعلا ألاقي الفينة الأهلي وزمالك برضه في السنة دي إنه فعلا جيل يحترم يعني فعلا من أفضل يا جلال بصراحة لم تبص على كل الأفريقية دلوقتي فأنت أقف اليتم فالكالر فالأهلي وزمالك مش أحيض مش عشان مصريل مش حد في أعلن لم تبص على كل الأهلي وزمالك ولأهلي كان يلعب من كبين هاي هذا هو فاكستيف أبلها التراجي كان بيلعب فاكستيف اللي فاكستيف طالعه التراجي صحيح بيترو أتليت كل اللي أعتبر خرج الزمالك خاصرا يعمل ألعابهم تلاتة واحد من وداية فما بقى لك كله قاعد بيدرا في بعضه لان كرة في افريقيا ما بقتش بقوة زي ما هي بقت عندنا يعني احنا فعلا فعلا احنا افضل في ريتين صحيح فانا صعبان فعلا علاج جيل ده وصعبان فعلا علاج جمالينا الزمالي كنات الزمالي لما يوصل به الحال انه بلعب على بطولة واحدة او بطولة وكاس يعني انت بتدور على افريقيا كان اسهل بطولة انت سوصل نهائي النهار يعني على الاهل اللي كان يوملي اتنين ده حتى لو نعيب في المغرب كان يوملي في ريتين مصريين زي اللي حصل عندنا انما انا بقولك التأثير المراضي من اللعيبة الراجل يعني ممكن يتلان في حاجات بسيطة او ان برضو يعني انت عندك كامل لعيبة كويسة بس برضو ممكن تكون اللعيبة دماغها في حاجات تانية مش مع النادي مش في الملعب دلوقتي ان فعلا اللعيبة دي لما بتركز بتطلع احسن مع النادي طيب بالمناسبة ايه رايك في حكاية اشرب بن شارك يعني قيل انه اشرب بن شارك وقع النادي الاهلي الاهلي نفع هذا الامر النهاردة بشكل رسمي الناحية التانية ازا مالك قل برحته خلاص وعاده بيخلص الوضع ايه بالنسبة اشرب يعني الفكرة دي اصلا انه اشرب بن شارك وروح النادي الاهلي رأيك فيها ايه اصلا لو مطروحة بص لو مطروحة اصد الوضع طبيعي اصلا ده عصر يعني ازا اقولك عصر احترار وغض النظر عن الجو بتاع زعل اهلي وزا مالك اتعيشت الكصة دي وهو وضع طبيعي ده هيزعل وده هيزعل لا بسألك فنيا هالاهلي في حاجة اللي اشرف بن شارك اه طبعا نفيه وطبعا يعني هل الافضل اللي اشرف بن شارك بن العفل اهلي او انها يكمل مع الزمالك بايدة عن الأمور المادية بايدة عن الأمور المادية مع وجهة نظري ايه كامل في النادي الزمالك او طبعا اليه بقى بقى لك فترة او اعملت شاعبية ليك والناس حبيتك ام اعم وحبيتك بتشرط الناس زمالك ام وطبعا انت عملت تاريخ لنفسك من من خنة زمالك يعني قبل ما تجي الزمالك آه شب نشاري بلعب كويس بس برضو مش ما نسمعش عنه ما شوفناهوش زي فرجان زي ساسي كده ساسي برضو جي عمل تاريخنا غير كده انت اما هو في قطر حد بيسمع حاجة عنه دلوقتي وعلى فترات كان بيلعب أو ما بلعش هو ما بنسمعش إنما أنا دخلت جوه نادي وعشت وشفت كل خبير نادي كل كبير وصغير عارفة دلوقتي لسه انت هتروح تدور في الندلال ويا عالم هتلاقي مكان ليك ولا لا انت في نادي العالي برضو انت راح في وسط مجموعة لعبة كويسة هو لعبة كويس جدا طبعا افضل لعبة انا بحبهم جدا إنه حاجة ممتعة في الكورة بس يا عالم هتقدر تثبت مكانك وتلاقي نفسك هناك ولا الوضع يبقى مختلف فانا لما يبقى عندي نادي مستقر فيه ماديا وفنيا وده اهم حاجة ماديا وفنيا طب انت عايز تاني طب ما تكمل عايز تكمل حاجة افضل يبقى خارج مصر بقى يبقى احتراف خارجي فعلا وحاجة كبيرة تليق بيك وتليق المستوى اللي انت ظهرت بيه الفترة الاخيرة غير كده ده زي ده لانهم اكبر دادين في مصر صحيح فانت وعدم مستقر يبقى كامل بس خلاص لان الاستقرار مطلوب لعب الكورة حد تناقلاتك الكتير دي ما بتبقاش تصالح اللعيب ممكن اه بتبقى صالحه في حالة يعني في حالة معينة كمادة انما كملعب ممكن ما يلاقيش نفسه في نادي اللعي ممكن الكيمياء بتاعته بتبقاش رجب على قابة من اللعي فتلاقي الموضوع اختلف مع تماما يرجع وليك يا رجل درما حصل مع ناس كتير اخر واحد مثلا في نال لوم مسلا لما راح باريس سانجرمان باريس باريس وكان متعلق في الليفر كوتينيو مع الليفر برضو كان متعلق جدا مش موجود صحيح فانا بقولك حالات كتير على هزا المساعد يعني موجة طبعا في لعبين سابوا عن ديتهم وروحوا عن ديتهم وتعلقوا كثيرا وتعلقوا فيه كتير بص اي حالات وانا بقولك هيا بتبقى حالات سامو لقيته نفس القصة من برشلون الانتر تعلق هيا بتبقى حالات حالات ومش وما بتبقىش ناكحة طول الوقت صح انما انا بقولك انت عملت ارضيك ويسا هنا في مصر في نازل زمالك هتمنى ان كان كده او كده هو يعني الاصلح ليه هو طبعا هو قدر واحد بامكانيات هو بنفسه وبعقله وعارف عايز ايه تحديدا يعني غير انا غيرك انت بس اللي احنا شايفينه بقولك من ايه الخارج لا الافضل ليه نازل زمالك طيب اشتركوا في القناة